يعني لو قلنا مثلاً أغلى جائزة بحثية حصلت عليها متى كانت وكم؟ في جوائز كانت فوق الـ 100 ألف تحت الـ 110 ألف تختلف السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته ياهلا 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 حياك الله اليوم فيديو جديد وبالنسبة لهذا فيديو مختلف تماما لا هو ألف خطوة ولا هو فيديو عادي حاجة كذا في النص راح أسويها كمقابلات مع الأشخاص اللي أثروا في حياتي الناس اللي حولي الناس اللي ممكن ما تعرفهم ولكن حتما عندهم تأثير مختلف تماما فأنا اليوم جالس مع الدكتور اللي أشرف على البحثي ودكتوري كان في الجامعة وعنده كذا قصة مثيرة للاهتمام أربعة شهادات ماجستير شهادة الدكتورات ثلاثة شهادات زمالة ستين جائزة بحثية خلاص هو توقع على الحافة كذا بينه بين جائزة نوبل كذا حاجة وسيط صراحة اليوم أعدك بقصص مثيرة للاهتمام وكمان حاجة يمكن كثير مننا كطلاب أو كخارجين حديثين شوية كذا بعيدين عنها عالم شوية مختلف عالم الأبحاث قبل لا نبدأ بدعوك للمساهمة في دعم وقف لمكان يؤهل أيتام ومحتاجين حتى يعملوا ويصرفوا على أنفسهم نأمل فعلا أنه مع بعض نستطيع أن نكمل هذا المشروع على خير وبترك لك رابط بوصف هذا الفيديو إذا كنت تستطيع فدخل وتبرع بالسهم اللي ناسبك اليوم مع الدكتور زهير نتو حيا الله دكتور زهير راحيك حبيب كيف حالك إيش أخبارك الله يربع عليك أعطيك عافية عافية دكتور زهير نتو أبدأ معاك بقصة أول بحث أول بحث حصلت فيه على جائزة أول بحث لي حصلت فيه على جائزة أفتكر كان في المحرة الثانوي كنت أنا طال في السنة الثانية الثانوي كنت الحمد لله الأول عدو فعتي فكلمني أحد الأسات فالله يذكره بالخير أنه أسوي بحث أشار كثير في مسابقة على مستوى مدينة جدة فطبعا كانت فترة فترة الصيف والناس كلهم أجزين فكان الموضوع شوية صعب في البداية علينا سوي بحث وما عارف أي ما عندي خبرة في المجال البحث فحمد الله سويت البحث وبعدين فاجأت أنه البحث فاز بالمركز الثاني على المستوى مدينة جدة كان البحث عن مستوى التعليم في المملكة العربية السعودية فهذا قصتي معبدات البحث إيش كان اسمه الأستاذ أنا قلت بطل بطل السلك ذاكي شده طالع بالنسبة لك البحث الأول لو تقرار اليوم إيش إيش تحس لا فرق كبير يعني أنا ما شوفه صراحة أضحك يعني كان تعرف واحد زي ما تقول بسوي شي ما هو عارف إيش بسوي طبعا من ناحية المراجع من ناحية طريقة البحث من ناحية شكل الخط الكتابات واحد ما كان عنده فكرة فالآن فرق بشكل كبير وطبعا هذه الحياة كده بطبيعتها كل مرة الواحد بيجي له خبرة وبالتالي المستوى اللي بحايف عنده بيصي أفضل وأفضل ألا بحايف فيها فلوس ولا آآ ممكن يكون فيها فلوس ممكن ما يكون فيها فلوس ممكن يكون بس شهادة تقدير ممكن بس ميدالية إنتو شطارتك إيش المون المسابق اللي هتشارك فيها يعني لو قلنا مثلا أغلى جائزة بحثية حصلت عليها متى كانت وكم آآ قيمة جوائزة البحثية تختلف من حسب المسابق يعني في جوائز كانت فوق المئة ألف في تحت المئة ألف عشر ألاف تختلف آآ فكل جائزة كان لها قيمة آآ مختلفة سواء المادية أو حتى قيمة معنوية يعني في جوائزة حيانا قيمتها المعنوية كانت أكبر لو فيها أي قيمة معنوية ما كان موجود مع أي قيمة معنوية ترطب أبغا أرجع بس للجوائز هذه اللي فوق المئة ألف هل في وحدة مننا كانت وأنت طالب؟ وشيء سويت فيها؟ آآ اللي أنا كنت فيها طالب نعم في واحدة مننا وأنا كنت طالب آآ أفتكر كانت سنة ثانية جامعة كان اسمها جائزة رفاء والتقدير الأمير فيصل من فهد رحمه الله آآ فكان أخذتها حمد الله وسأثمرت فيها جسمينها واشتريت منها أرض التكسيت قال الله الحمد ربنا فتحها علينا في ذاك الوقت هل تتذكر جوائز فعلا أنت مرة أو مسابقات ما تأهلت فيها أبدا وبعدها رجعت قدمت عليهم السنة اللي بعد واخذت مثلا مركز من المراكز الأولى آآ في كثير منهم ممكن جائزة أفضل مبتعث على مسوى جامعة ملك عبد العزيز ذاك رضونا ممكن قدمتها لي أول مرة أو مرتين ما حالف نحظ وبعدها ينفس فيها طبعا يم يكون في أمريكا طبعا عطوهم تذكرة وشيء ترجامة وأسلمت الجائزة فعسد نفس أنه كده إنسان فاهم يعني مهم فاهم جاي من هناك نسلم جائزة وارجع فهذه كالباشة يعني ممكن مرة مرتين لما ربنا سهل إن شاء الله وتوفق فيه وتصدق كمان دكتور زهير يعني داما كلمة بحث كلمة كده كبيرة وثقيلة عن نفس وحيانا واحد يفتكر أن البحث والله ممكن يعني ياخذ منه الطبيعي سنة سنتين لكن مادر إيش المرحلة اللي وصلت لها في لياقتك البحثية كنه قديش تقدر تطلع بحث يعني فيها بحث ممكن تخلص في ثلاثة سبيع ممكن فيها بحث يخلص في شهر وفيها بحث ممكن تطول وحسب إيش موضوع البحث وفكرة البحث بشكل أساس فتختلف من بحث البحث يعني أي شخص قدر يكون باحث ولا لا طبعا أي شخص ممكن يكون باحث بس هي تحتاج زي التدريب زي العمليات الجراحية أول عملية عمليتين حتكون صعبة وكلما حتسوي عمليات جراحية حتكون أسهل عليك نفسها فكرة الأبحاث أول كنبح حتلاقي عليك صعب كل مرة حتتعلم الشيء وإلى الآن ربتعلم الشيء إلى الآن دائما بكتشف أشياء طريقة جديدة أو حاجات معينة في البحث بسويها أو طريقة مختلفة في البحث ماكو تسبب قبلك هي دائما حتلاقي بهذه الطريقة أبو غروح دكتور اللي جانب الثاني من حياتك الدراسية والمهنية جانب التفوق يعني ما شاء الله تبارك الله أخذت عشر مكافأة التفوق فيعني هي الأبحاثة بتطلع فلوس وحتى التفوق كمان بيطلع فلوس صحيح لو حتقول لي يعني سر أساسي قاعد يساعدك أنه قاعد تمشي في أمورك البحثية وكمان الحمد لله يعني أدائك الدراسي يعتبر يعني متميز بكلارس أو غيره لو حتقول لي كذا سر إيش حيكون هي حاشتين أنا ممكن أجزل لكيه في حاشتين الحاجة الأولى أن أحب أركز في الشغل اللي أسويه تركيز شديد يعني ممكن أخذ يوم يومين أطلع شغلي ده وبعدين لازم أغير بشيء ثاني هذا السر الثاني يعني بشكل ثاني ما حب يكون عندي الروتين العاد إذا سويت الآن بحث وركزت عليه يوم يومين بعد كده أروح أسوي ده حاجة مختلفة تماما مجال مختلف أغير فيها جو وبعدين أرجع ممكن أشغل في أبحاث مرتفة فتلاقي نفسيتي تتغير نفس الشي في الدراسة الدراسة وقت الاختبارات خلاص أريد أن أركز على موضوع الدراسة فلاقيني بعد الدراسة أكافئ نفسي بأطلع يومين ثلاثة أغير فيها جو أسوي أنشطة مختلفة وبعدين أرجع مرة ثانية للدراسة وهذه الطريقة اللي دائما كنت أعتمد أركز في الشغل اللي أسويه بعد أن أعطي نفسي مكافئة أو كافئ نفسي فيها لنستوي شيء تاني مختلف يكون محبب بلا نفسي على الجرح صراحة يعني هو حتى كمان دائما يعني مفهوم التزان في الحياة عند الناس حيانا كده يكون مشوش شويتين لكن توقع الالتزان الحقيقي هو أنك انت فترات من حياتك هتحتاج بس ما تسوي فيها شيء إلا هذا الشيء وبعد كده كمّل أمورك فهو التزان يجع الصورة البعيدة مو لازم كل يوم فتلاقي فيه أيام اليوم كله وانت قاعد على بحث ما عند أي شيء تاني هذا هو يكون واجب اليوم يهداك اليوم لازم يخلصوه أوصل لمرحلة معينة بعد كده خلاص أفصل 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 ممكن أخرج مع أصحابي ممكن ألعب بلوت ممكن أروح أنادي ممكن أي شيء تاني مختلف أنا صراحة داما نهيم من أسأل الناس اللي اللي أعرف أنه عنده ما شاء الله تبارك الله أكثر من شيء يسوي في حياته فنت عندك جانبك الأسري عندك كمان جانبك الأكاديمي أستاذ في جامعة ميكة عبدالعزيز وعضوهاي التدريس في جامعة هارفود وجامعة تفتس باحث وعندك كمان أبحاثك اللي شيء غالة عندك كمان عيادة تشتغل فيها فلما يكون عندك أكثر من شيء تسوي في حياتك أنا مرة يهمني أعرف في الإجازة إيش تسوي أنت تخطط لإجازتك أو لا لازم يكون في إجازة يعني الصعب بالعكس أنا ما عندي كده شيء عشوائي فلازم أنت تكون خطط وزيما أنت ما تفضل لما يكون عندك أشياء مرة كثيرة النجاح عندك أنك تكون متوازن لأنه أحيانا ممكن تلاقي في ناس ممتازين في الجوانب العيادة والمرضى لكنه على أشياء حاجة ثانية في حياتهم وفي ناس مثلا ممتازين في البزنس ولكن على أشياء ثانية في حياتهم التوازن جدا مهم فلذلك تلاقيني أنا أحاول قدر إن كان أتوازن ما بين في الصباح عندك جامعة وتدريس أبحاث في المساء عندك إيادة ما بينهم عندك أسرتك في بعض العيادة ممكن عندك أصدقائك تغيير جو مع أهلك في أشياء كثيرة مختلفة طبعا مهم في الإجازة طبعا كمان تغيير أنت تدي نفسك بريك إنك سوي حاجة كده تكون عايش في عالم ثاني طب دكتور رزير لو تقدر تقول لي كيف يومك الطبيعي لما تصحى الصباح يومك الطبيعي اللي أصلا فيه دوام كيف بالعادة يكون كيف تقسم وعادة اليوم الطبيعي ما بين الصباح ما بين الجامعة والأبحاث وفي بعض العصر العيادة ما بينهم يجي الأشياء الثانية ما بين الأهل ما بين ممكن الترويح من النفس أهم شيء عندي في يومي هو عندي ورقة صغيرة أكتب في الأشياء اللي حسويها طبعا في أشياء أرجنت لازم أسويها في نفس اليوم أشياء ممكن أخيرها يومين ثلاثة فممكن أخيرها سبوة ممكن شهر طيب بس أي حاجة فراسة أكتبها في دي الورق بعدين أنا أحاول خلال يوم أن أخلص هذه الأشياء أول بأول فتو دو لست هي الأشياء الأساسي عندي لي نظم لي وقتي خلال اليوم أو الأسبوع لأنه إذا الشيء ما سويته خلال هذا اليوم حيتأجله ويروح لليوم الثاني أو اليوم الثالث أو أخليه مثلا بعد أربعة أو خمسة أيام فهذه هي التو دو لست عندي جدا مهم في حياتي اليومين فالخطوة هذه اللي تسويها دكتور هي خلاص فيها أفكار حين تقعد تطير كذا في مخك صحيح فأمسكها كذا وفرغها بعدين أبدأ عيش عيش يومك فحاجة رهيبة صراحة فعلا تفرق في يوم الواحد لو برجع دكتور بس تجربتك حاليا مع هارفورد أنت حاليا عضوهاية تدريس معاهم صحيح مع هارفورد ومع تفتس إيش القصة بس خلفها كيف طبعا جامعات زي هارفورد طبعا تعرف من أحسن جامعات في العالم فعادة يعني بناء على يكون السيدي حقتك تجي لك بعض الفرص ومن الفرص اللي أنا كنت أتمنى فيها هي اللي يكون عضوها تدريس في جامعة هارفورد أنه كمية التواصل العلمي المحاضرات الأشياء العلمية مرة كبيرة فوظيفة هناك بشكل أساسي الإشراف على طلاب دراسات عليا وتقديم محاضرات في جامعة هارفورد بإضافة إلى عمل الأبحاث بشكل عام فهو أنه هما طلبوا بوزيشن معين قدمت عليه وكذا بالضبط فهذه يشهد بوزيشن ونفس الطريقة في جامعة تفس طبعا في جامعة هارفورد يعني أنا كنت أبغى في تخصص معين مختلف اللي هو الأوبئة في الحين في جامعة تفس هو تخصص اللفة لأنه لما تكون تدرس أكتر من التخصص أنت راح بكون في كل مجال عندك فأنا عشان كده ما أبغى نفس التخصص اللي كنت في الجامعة واحدة من الأشياء اللي داما تقولها جازة نوبل جازة نوبل جازة نوبل إش قصتك مع جازة نوبل كم باقي لك عليها إن شاء الله هو أمتنين ملي بس باقي تقربت خلاص راح أمزون دحنا أخذها وارجع لك طيب لا هو أشوف يعني حقيقة لما أنا كنت بداية المرحلة الثانوية كان أقرأ على موضوع الفائزين للجوائز نوبل فصار عندي الطموح والرغبة والهدف فكان هدفي هو الحصول على جازة نوبل في ذاك الوقت وإلى الآن ما زال هذا الهدف طبعا هذا الشيء فتح للأبواب بأنه زي ما انت شايف مسابقات البحثية سلت فوز كل مرة جائزة وراء جائزة الأبحاث اللي نشرتها حاولت تتخصص في أكثر من مجال لا تقويني في مجالات معينة لأنه في النهاية إذا انت شفت جوائز نوبل اللي فازوا فيها هم ناس ممكن زي وزيك لكن في النهاية اجتهدوا هنا يجي عاملين مهمة أن يكون عندك هدف ويكون عندك الشغف والرغبة والأمل أنك تحقق هذا الهدف يعني يعطيك مثال في سباق المراتون تلاقي في البداية كلهم يوصلوا للهدف أنه يخلصوا المراتون لكن تلاقي اللي يفوزوا بالجوائز فيهم هم اللي يدربوا واشتغلوا وشغلوا على نفسهم فازوا بالجوائز في مجموعة تانية تلاقيهم يوصلوا ولكن هدفهم مشاركوا وفي مجموعة في نص الطريق ما يكمل لذلك إنه موضوع جدا مهم أن يكون عندك الرغبة والشغف والاجتهاد أنك توصل فبالتالي هذا صار موضوع عندي نوبل صار عندي هدف ومن هذا الوقت كمان شغال عليك رغبة شغف أمل أن الواحد يحققه وطبعا السبب الثاني رسول صلى الله في حريفة رسول صلى الله إذا مات ابن آدم انقطعوا عماله من ثلاث ومنها علم أن ينتفع به لما تقدم خدمة علمية جميع ما في العالم يستفيد منها قد اعتذر إنجاز كبير الواحد ممكن منه من خلاله يكون سبب لأنه يترك علم أن ينتفع به طبعا من الإضافة إلى الأشياء الثانية مثل التدريس والأشياء الأخرى للواحد يسويها فمن هنا كان الفكرة أو طموح النفوذ بجهزة نوبل وهي البداية للكل لكن الاستمرار للجادين صحيح الله يقول لك صور يعني صراحة أغيب عنك سبوع وسبوعين ألاقي ما شاء الله في جهزة جديدة حصرة شهر شهرين في جهزتين ثلاثة الله يزيدك يا رب لو في واحد يبغى يبدأ في مجال الأبحاث واحد طالب كذا أقتنع يبغى يفتح له خط معين في بحث معين لو حتى تلخص كذا شوي تنصائح سريع له طيب أول حاجة عشان تبدأ في بحث معين وأنا دائماً هذه أنصح فيها الشباب لم يتجوا يسألوني إنك تسوي بشيء أنت تحبه لا تسوي بحث بشيء أنت ما تحبه يعني مثلاً الموضوع أنت مهتم بهذا الموضوع تسوي في بحث إنك حتطر تقرأ بشكل كبير حتزود خبراتك في هذا المجال فهو البحث وسيلة للخبرات أول شيء مجال أنك تحبه ثاني حاجة وهذا شيء ما هو عيب حاول أنك تسأل كثير من أشخاص يسوي بحث فممكن أن يسوي بحث بطرق خاطئة مو عيب إنك تسوي بحث أسأل أنه كيف أسوي حتلاقي فيه ناس يدلوك النقطة الأولى عارف أنت مجال الذي تحبه الشيء الثاني حاول أنك تسأل الشخص اللي ممكن يفيدك المجال الثالث سما قلت لك هو مجال يعني واسع فهتتوقع من أول بحث ستسوي بحث ممكن ستسوي البحث الأولاني تقدم في المسابقة ما يفوز ثم سترجع مرة ثانية ستتغير من البحث ستتغير من الطريقة ستتغير من الموضوع ستتشارك تنافس ستتطلع في عندك خبر بشكل أكبر فالنقطة الثالثة إنك لا تيأس البحث الأولاني الثاني ما سيكون عندك بشكل كافي إلا الآن أبحاثي كل مرة أتعلم فيها وما في عندك حد معين تقول أنا ممتاز بعدها ستجد دائماً أنت عندك مجال أن تطوره حاول أن يكون عندك ما تيأس من هذه المجالة تطوره حاول أن تشتغل عليها وتطوره وتحسينه شكراً لك دكتور زهير سعيد جداً فيك وإن شاء الله يكون اللي فعلاً اللي شاف هذا الفيديو تكون وصلته إلى فكرتين ثلاثة أربعة عن عالم جديد يمكن أن نغايب عننا كثيراً إحنا كطلاب أو كخارجين جدد أنه من جد عالم يستاهل والواحد يبدأ يشتغل فيه وإن شاء الله يكون هذا الفيديو فرق معك في هذه النقطة بالذات شكراً لك أنك شفت الفيديو لهذه اللحظة أراك دوماً وأبني على خير وإلى خير السلام عليكم